وفي شأن آخر أنشأت الصين مجموعة مع الولايات المتحدة لمناقشة الخلافات وفق الخارجية الصينية فإن المجموعة تحققت بالفعل بعد التقدم أضافت أن الحوار والتعاون لاغن عنهما بين الطرفين وقالت إن المواجهة والصراع لن يقود إلى أي مكان يأتي ذلك قبيل قمة بالفيديو تجمع رئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني تشين جينبينغ في وقت لاحق من هذا العام من واشنطن عبر تطبيق زوم ينضم لنا الدكتور تيموثي هيث الباحث الأول في مؤسسة راند وكبير محللين سابق للقيادة الأمريكية في المحيط الهاد أهلا بك معنا سيد تيموثي هل فعلا الحوار ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية سيجد نفعا قبل القمة المرتقبة وماذا يمكن أن يغير ذلك؟ أعتقد أن الحوار ضروري ويمكن أن يكون مفيدا جدا بالنسبة للطرفين الصيني والأمريكي ليتفهم أكثر نقاط الخلاف وللنظر في إمكانيات التقدم في هذه العلاقة لكنني لست متفائلا أن هذا سوف يغير الكثير ولكن الحوار خطوة أولى هم نعم لكن سيد تيموثي سياسات بيكين في ملفات كثيرة في ملف حقوق الإنسان بحر الصين الجنوبي تايوان كل هذه السياسة الصينية في كل هذه الملفات إلى أي مدى يمكن أن تحدد طبيعة العلاقة المقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ على الأرجح أن صين لن تغير موقفها حول أي من هذه الملفات مثل تايوان وبحر الصين الجنوبي ولكن ما يمكن تحقيقه هو أن يتم وضع آليات لإدارة أي أزمة تنشأ والبدء بنقاش طرق لخفض التوتر وإيجاد طرق ليكون هناك المزيد من التفاهم رغم الخلافات وهي خطوة أخرى ضرورية لخفض بعض التوترات في العلاقة الصينية الأمريكية أيضا الولايات المتحدة في التصريحات الأخيرة كان هناك اعتبار مباشر للصين كخطر حتى أنه تم الحديث على أن روسيا لا تمثل خطرا إذا ما تم مقارنتها بالصين أين يتجل الخطر بالتحديد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ وأيضا كيف ستواجهه؟ هيا هي مواضعة موضوع منافسة موضوع بسط نفوذ أين بالتحديد؟ أعتقد أن الحكومة الأمريكية تشير إلى الجيش الصيني وقدرته على تهديد أشركاء والحلفاء الأمريكيين في أسيا مثل تايوان واليابان والفليبين وأيضا الصين دولة قوية وثرية وتتحدى الولايات المتحدة في موقعها الرائد في الاقتصاد والتكنولوجيا وتستخدم أسليب مثل التجسس لكي تتقدم على الآخرين إذن هناك مجالات اقتصادية وتكنولوجيا وعسكرية كثيرة يمكن أن تؤثر الصين على مصالح الولايات المتحدة فيها نعم لكن كانت هناك ربما قبل فترة أو قبل أيام قليلة فقط مبادرة اعتبرت من قبل المراقبين بأنها مبادرة جيدة من قبل الصين وهي إطلاق صراح مديرة هواوي بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية هل هذا يمكن اعتباره حسنية أو بادرة في سبيل مباحثات مفاوضات أوسع أكبر أو أيضا حتى ربما تمهيد لهذه القمة المرتقبة ويمكن القمة على مستوى الرئيسين أن يتم ربما التأمل انفراجة في العلاقة ما بين الطرفين كانت إشارة جيدة عندما قامت الحكومة الأمريكية بإطلاق الصراح المسؤولة من هواوي وفي المقابل أطلقت الصين صراحة ديبلوماسيين كنديين وأعتقد أن كان هناك تقدير في عواصم البلدين لهذه البادرة وهي خطوة هامة في محاولة للخروج من هذه العلاقات التي كانت وصلت إلى حائط مسدود في السنوات القليلة الماضية وأنا آمل أن الحوار المرتقب وهذه القمة الافتراضية المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني قد تساهم في خفض بعض التوترات ولكن الخلافات عميقة والعلاقات الصينية الأمريكية على الأرجح سوف تخضع لكثير من التوترات في المستقبل المنظور هذا سياسيا سيد تيموثي مولاكين إذا ما تحدثنا أو دكتور تيموثي أعتذر إذا ما تحدثنا أيضا من الناحية الاقتصادية يعني في الفترة الأخيرة كانت هناك مبادرات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن البنية التحتية هل يمكن اعتبارها في إطار المنافسة ومنافسة مبادرة الحزام والطريقة الصينية بكل تأكيد فإن الحكومة الأمريكية تكرر بأن الاستثمارات الاقتصادية هي طريقة هما تسمح لالصين بأن تعزز من نفوسها وتضعف من نفوذ الولايات المتحدة وواشنطن تود أن تزيد من استثماراتها وجهودها الخاصة لبناء البناء التحتية ومساعدة الدول النامية لأسباب خاصة بها ولكن أيضا لكي تنافس الحزام والطريق أشكرك جزيلا على المداخلة معنا الدكتور تيموثي هايت الباحث الأول في مؤسسة تريند وكبير محللين سابق للقيادة الأمريكية في المحيط الهادئ عبر تطبيقزو من واشنطن شكرا لكم